اشتركوا في القناة يتلقوا العلاج في أسرع وقت ممكن نحكي عن مرض السحاية اللي هو التهاب في الأنسج المحيطة في الدماغ والمحيطة في الحبل الشوكي طبعا منطقة الدماغي منطقة جدا حساسة والحبل الشوكي اللي فيها الأعصاب اللي بتوصل المعلومات لكل الجسم التهاب فيها ممكن يكون ناجم عن فيروسات معينة أو بكتيريا معينة جراثيم معينة اللي ممكن تعمل عوارض اللي تأدي للموت للأسف إذا منلحقهاش في الوقت المناسب طبعا المرض هذا منتشر بشكل كبير كفيروس بالأول وإذا بيجي كفيروس ممكن نحس أنه كإنفلوانزا عابري تيجي مع حمى ممكن تكون خفيفة أو شديدة مع علامات الرشح ممكن تكون كمان موجودة غثيان تقيق هيجان ممكن في أطفال جيل سنتين بين أعراض إنفلوانزا عادية وأعراض شغلتين لهم مهمات أساسية لما فيه تغييرات في المستوى الإدراك والوعي تبع الشخص لما فيه عندك تقيق بشكل لا إرادي بشكل كبير لما فيه نوم مفرط أو هيجان بالذات بالأطفال جيل سين سنتين حتى وإنت تحملهم تهديهم مش عم بهدو أو عم بيناموا لساعات مفرطة عم تشعر أن مش عم بيكونوا بالحيال اليومية كيف هن يوم يوم مع وجود الحم دائما فيه علامة حمراء اللي بتدويلنا أنه هون فيه إشي غلط ومش بس إنفلوانزا أو رشح مش أحة خفيفة فيه عوارض اللي خاصة باليقظة تبع البناء دغري لازم نروح نيجي لا استشارة الطبيب في الحالة تبع عبود نيجي للحالة الثانية اللي هي مش الفيروسي اللي بشكل عام لما فيه عنا وجود لفيروس الفيروس ممكن يجي يومين ثلاثة حتى بدون تدخل طبي يمرء بشكل عابر ونحن ما نلاحظش أنه هذا هو مرض السحية اللي كان موجود وحتى لو وجدنا أنه فيه مرض طبي اللي هو ناجم عن فيروس اللي هو السحية ممكن الطبيب يعالجه مش في المستشفى وإنما بالعيادة الخاصة طبعته ولكن لما فيه وجود لبكتيريا أو نحن نشك أنه فيه بكتيريا موجودة اللي هي عام لمرض السحية طبعا مجبور يكون يروحها المستشفى نعمل فحصات اللائمة غاد بيكون فيه حمى شديدة جدا منتصل إلى أربعين واحد وأربعين فيه تصلب بالعنق ممكن يكون موجود الولد أو الشخص بيكون نايم لفترات طويلة صعب نفيقه قلت الولد يعني هنا فيه فئة ممكن تكون مستهدفة أو يعني مش مستهدفة معرضة أكثر طبيب أطفال مش بصدفة أنا موجود هنا إحنا بنحكي عن الجيل تحت خمس سنوات وبالذات تحت الجيل السنتين اللي المناعة تبعتهم بتكونش بعدها متكونة بشكل كامل ومتكامل هني أكتر عرضة لهذا المرض وممكن يكون مميت إذا احنا نصلش بالوقت الصح عند الطبيب على المستشفى نبلش نأخذ العلاج الانتبيوتيكا باللحظة السفر تاعتني نجي نقول من ما إحنا نعرف أنه إحنا أوشاكين إن في عنا هذا العوالي مستقبل العلاج عشان ما نقلق الكل يعني اللي يسمعون إذا لحقنا في الوقت الصح شو مستقبل العلاج طبعا في كتير عوامل هون بتأثر أولا شو هو الجرثوم الموجودة فيه جراثيم قاتل جدا وحتى جراثيم القاتل إذا نصل لها بالوقت المناسب ممكن نبلش بالعلاج الانتبيوتي بالوقت المناسب نقدر نعالج الشخص لمدة عشر أيام واحد وعشرين يوم وطبعا في حالات اللي الجرثومة بتروح بدون ما تترك ولا أيات عوارض وفي حالات اللي مهم جدا نعرف أنه فيش هنا الواحد ومن يستهون في مرض ممكن نصل الواحد يصير عنده عمى ممكن يصير فيه عنده فقدان للسمع شلل زي ما صار كمان عند عبود ممكن يصير فيه عنده موت طبعا عسر تعليمي أو مشاكل في الذاكرة وإلى آخره من الأعراض الموجودة شكرا جزيلا دكتور أمير أهلا أهلا أعطيك العافية السلام